ايه رائق في تصريحات مدير الفني كابتن حلمي طولان بعد اللقاء ما هو ده اللي أنا قلت كله اللي أغضبت الزمال كوي هو أولا كمدير الفني هو كابتن من أبناء الزمال حلو لكن هو كأي مدير فني شغله وهو لازم يبحث عن مصلحته ويبحث عن نجاحه وفكرة انه ابنه وابنه نادي الزماليك مش معناه انه يتساهل محدش كده لحشة لله طبعا تمام لكن انه الفكرة اللي أنا بتكلم فيها ان كان غضب كابتن حلمي من وجهة نظره انه كان يستحق الأمور معينة فأتمنى ان يكون هذا الأمر بشكل دائم وفي كل المواقف لمشكلة الحقيقة بالنسبة لكابتن حلمي طولان ولازم يعني مع شديد احترامنا ليه وهو أستاذنا وكابتن الزمالك لا شك في هذا لكن لازم يفتكر حاجة معينة ان بعض منه مش هقول يا سيدي كل جمهوري زيك زعلان منك لسبب مهم أوشي مش فكرة ان انت ممكن تفوز على الزمالك او تبقى غضبان ده عادي امره طبيعي مع شك كابتن حلمي بيكسب الزمالك كتير والكابتن طريق يحيا ضيع دوري ومع زيك ودوات احد نجوم ورموز ومعانا فده بقى ده ضمير ده حاجة ضميرة كوالي بيتحكم لكن غضب جمهوري الزمالك من الكابتن حلمي سببه في فترة من الفطرات كان يظهر مع مجموعة من البشر جمهوري الزمالك كان بيتعامل معهم وما زال في الغالب العام بيتعامل معهم باعتبارهم من الناس اللي بيهجموا النادي وبيحاربوا النادي بكل الطرق وكل الاشكال ومن سمة انت تظهر معهم وتحتفل بفوز على نادي الزمالك في اتفاق بينك وبينهم على عزومة ويظهر الصور دي فمن حق جمهوري الزمالك ان يستمر غضبه ناحية الكابتن حلمي اتمنى ان الكابتن حلمي يوقعي تماما انه راجل عاقل وراجل فاهم انه يوضح الامور كويس اوي جمهوري الزمالك لانه اي جمهور في العالم الكابتن خالد جمهوري عاطفش يحب النهاردة ويكره بكرة لا وانا عايز برضو الكابتن حلمي من حقه طبعا انه يعترض على التحكيم طبعا تمام ومن حقه انه هو يعني هو قال ان الحكام على الفيسبوك قالوا ان ضرب الجزاء اوباما من وحي الخيال صحيح هو قال ليه مسافة ما تخرجه ده اتمنى برضو انه يشوف تعليق الحكام على كرة زيزو صحيح وانه برضو يشاهد كرة زيزو في التليفزيون ويعرف برضو لو كان خطأ تحكيمي ضد الزمالك ولا لا خلي بلاك ما حقه كابتن خالد هو قال انه سأله على الفيسبوك ده كابتن هو ما قالش ان انا شايف ما اقرق هو ايه بس قالت الصريحات للضرب على الحكام اللي مالوش ظهر يتضرب على بطنه وده امتداد للموسم الماضي هل تزلم وصد ازايك في الموسم الماضي ما هو قال كده ماشي ما فيش مشكلة كله على الله وليتمنى الخير للجميع يعني